أول نصايح أو أول نصيحة إذا كان شعر الطفلة متشابك ملبك يعني أو معقد حاولي تفكي تجعيد الشعر بعد غسله يعني بعد ما تغسلي شعر بنتك أو بعد ما بنتك تستحم ليه؟ ده لتجنب مزيد من التشابك أو مزيد من العقد في الشعر طبعا في غسيل شعر طفلتك لازم تستخدمي الشامبو المناسبين لشعر الطفلة يعني أولا يكونوا خاليين من المواد الخطيرة اللي كلمت حضراتكم عنه خالي من البرابينز خالي من الفاثيليتز خالي من السالفيت اللي هي الكابريتات خالي من الصبغات ده شرط أساسي وزي ما اتفقنا برضو لو فيه يعني شامبو أو بلسم أو منتج يعني مش متوفر فيه الميزة أنه يبقى لأربع مواد الخطيرة دول غائبين فلازم على الأقل يبقى فيه ثلاث مواد غائبين أو مادتين إنما ما يبقاش كده إيه المعيار بتاعنا في الحكم على الصحر بنستخدمه لأطفالنا أو ليه نحن حتى ككبار إنه يبقى لا ترحته حلوة ولا إن سعره بس مناسب ولا إنه معموله حملة إعلانية ضخمة باستخدام نجوم محبوبين لا إحنا المعيار الأهم هو المعيار الصحي والمعيار الطبي فيبقى لازم تستخدمي نوع الشامبو أو البلسم المناسبين لشعر الطفلة ده من ناحية الأمان ترجمة نانسي قنقر